دعنا نتكلم عن المرة اللي سوبرمان فيها التدخل في شؤون غوثم هذه القصة تدور في أحداث فلاش بوينت بهذا الكون بروس وين هو يموت ذيك الليلة وتومس وين أبوه هو يصير باتمان في يوم عادي في غوثم بنت غبية تطلع في أخر الليل يجونها أربع رجال بسرقونها ريالين الموجودين في جيبها وينزل عليهم باتمان معصر بقسهم كلهم إليه ما بقى واحد وماشر السلاح على باتمان وخايف ويبكي وقل بععد عني باتمان ياخذ السلاح منه ورجال يبكي باتمان يقول انت مو مهم ملك فايدة لو أتبحك الحين ما حد رح يقدرك أبيك تحس بنفس الخوف اللي يحس فيه ولي دي ذيك الليلة أشر عليه السلاح وقال هذا عشان بروس إلا ينظر باتمان ويطير على جنب والله هو سوبرمان ويقول أنا سمعتك وانت غلطان كل شخص مهم قال باتمان ملك دخل قلتك إنك تبعد عن غوثم وهم يسأل هنا المجرم المحترم ياخذ السلاح ويطلق على سوبرمان وسوبرمان ينظر فيه وعيونه حمره يقول بعد من هنا ولا بحرك لما راح المجرم باتمان قال واش جابك هنا قال أنا جيتش هنا ساعدك ثم باتمان قال أنا محتاج مساعدتك رح ساعد واحد ثاني أنا عندي أشغال ومش أخلاه يمسك كتفة سوبرمان ويقول انتظر شوي يلف عليه باتمان يعطيه بوكس أقوى ما عنده بس تنكسر يده ويقول اسمعني يا ولد الفضاء أنا محتاج مساعدتك ما في شي تقوله وتسويه خليني يجي معك فهمت ثم سوبرمان يعطيه كافين سدح باتمان في الأرض مغمى عليه واخذ سوبرمان وساعده غصبه